سبب رئيسي وحتى التغييرات التي أجراها في الشوط الثاني المدرب لم يكن موفق بها بشكل كبير يعني أنا من أنظر إلى شيبوب أعتقد اللاعب المستقطب في الفترة الحالية كنت أأمل أن هذا اللاعب يكون مهاجم وانت تفضلت حضرتك في تشخيص الحالة فريق الطلبة يحتاج إلى مهاجم محمد جواد مثل ما ذكر كاثن عباس لاعب جيد لكن في بعض الأوقات مثل هكذا مباراة تحتاج إلى مهاجم يسجلك من أنصاف الفرص يعني ما قاله إجدت فرصتين الأولى استقبلها بشكل جيد ستقبلها بشكل جيد الأولى سجلها وانتهت المباراة بما معنى قيمة مهاجم ممكن أن يحسم لك المباراة ويخرجك من مأزق بشوط ثاني ممكن أن يكون أدائك غير جيد أو حتى ممكن تستخدم في الجانب البدني وهذا ما حضر بالنسبة لأغلب اللاعبين اليوم ذكرت لك عمليات التغييرات التي أجراها المدرب حتى في الشوط الثاني ما أسعفتها طلب في الشوط الأول كان أفضل أنا شوف يعني اليوم برغم تفوق القوات الجوية من ناحية جودة اللاعب لكن مشاهدة اللاعبين أدوا أدوارهم يعني اليوم محمد قاسم خارج اللعب كرارنا به في لقطات معدودة شاهدنا كل المباراة؟ أنا شاهدت خارج اللعب بالمجمل في كل المباراة في لقطات بسيطة ممكن شاهدة محمد قاسم توظيف على الطرف يمكن بعده بشكل كبير وأيضا عملية تسليم الكرة مكان موفق اليوم محمد قاسم في المباراة باقي الأسماء في وسط الميدان يمكن علي محسن وفرانكو كانت أدوارهم الدفاعية أكثر ما تكون هجومية بالمجمل أنا استمتعب بالمباراة لسبب اليوم فريق الطلبة عاد شخصيته حتى وإن خسر المباراة ميدل لك أنه فريق ضعيف بمقدورة أن يعيد وضعه في بعض الأوقات التوقفات تضرب الفرق التوقف الذي حضر بالنسبة للدوري أنا شوف يمكن عطل مسيرة الطلبة الطلبة قبل التوقف من أفضل فرق الدوري أداءا بعيدا عن النتائج وحتى اليوم بالرغم الأخطاء اللي ارتكبت بالرغم الأداء في شوط الثاني المتراجع لكن أيضا تحس أنه يكون فريق يلعب كنت قدل